بس عايزني كمل استعراض النقاط الأساسية في القانون وحنا لسه بنتكلم عن القانون باعتباره للبند الأول في خطة العمل فاحنا بنقول قانون العمل هيراعي مسألة التأمين هيتم إلغاء استمارة ستة إيه كمان في قانون العمل مطلوب؟ ساعة العمل مثلا؟ ساعة العمل نفسها مهم بالك عشان برضو يبقى العمل ليه ساعة عمل معينة ومحددة ومعروفة هتبقى إيه؟ لا هي ساعة العمل معروفة 48 ساعة حتى لو ما فيش التزام بيها يبقى فيه أوفر تايم ما هو فيه ساعات فيه يعني إحنا فيه أوقات اللي بيشتغل في الجبل مهم بالك بيشتغل 14 يوم مهم بالك أو بيشتغل أسبوع أسبوع وتفر يعني أو عشر تيام وعشر تيام فدي أو شهر وشهر فيه طبيعة أشغال بتتطلب أن أنت تقعد لحد ما تخلص شغلك فدي أنا بشتغل 12 ساعة في اليوم مهم بالك وتجميع رحاط زي ما بنتكلم زي ما أنا النهاردة يوم السبت يوم السبت ده ده يوم عمل بس هو ده يوم تجميع رحاط أنا بشتغل ساعة زيادة فبجمع يوم اللي هو يوم السبت إنه هو تجميع رحاط فباخده إنه يوم السبت ده تجميع رحاط مش أجازة رسمية مش أجازة رسمية بالضبط كده والأوفر تايم بقى على الساعة الزيادة على الساعة الزيادة تترجم إلى نقود طبعا طبعا وكل ده القانون بيبقى بيدولك بيحكموا يعني أو بيفصلوا بيفصل يعني أنت لو اشتغلت أنت مثلا تشغل الساعة من الصبح لغاية الساعة 8 من الساعة 8 لغاية مثلا الساعة وطيفر واختبالك أربع ساعات بعد كده الساعة بتبقى بساعة وربع بعد كده الساعة بتبقى ساعة واختبالك وطيفر يعني تطلع التصعب الكلام ده لو تطبق يعمل طفرة في أوضاع لهم موجودة في بعض اللوايا شاتو القانون برضو فيه موجود بس هي القصة كلها تطبيق الكلام التنفيذ إحنا مشكلة أن إحنا عندنا عايزين ننفذ قالية التنفيذ دي لابد أن أنا أكون هي النقطة اللي أنا رجعت لحضرك فيها أن إحنا نكون إحنا وأصحاب الأعمال متفاهمين علشان أنت حضرتك صاحب مصنع محتاج أن أنت العامل يشتغل محتاج يطلع انتجية هتقعده هتاخد منه انتجية هتديله حقه هنا أنا حصلت حصل الفايدة المزدوجة طيب فإحنا كده بنتكلم عن البند الأول خروج قانون للعمل يراعي حقوق الجميع وواجبات الجميع ومش عايزين نخش في تفاصيل حشان ما نقوم باش إننا ندخلين في كل العمل هروح للبند لقم 2 في خطة العمل إيه كمان العمال محتاجين وغير القانون طيب يعني العمال محتاجين حاجات كتير محتاجين أن نغير فكرة أو الحاجة طيب ناخد بعد إذنك من الخطاب الألوة في خمط الرئيس وقال النهاردة أنا محتاج إيه قال المساواة في العمل بين الجنسين بين الجنسين والمساواة بين الجنسين دي طبعا مهمة جدا طيب حضرتك نتكلم هنا في مصر قبلك فيه مساواة فعلا بين الأجر السيدة العاملة وبين الرجال وعلى فكرة أنه نقطة بتناقش عالميا ويمكن مثلا دولة زي بريطانيا رغم أنها دولة متقدمة جدا عندهم تفاوت كبير في الأجور بين الستات والرجال ده مش حاصل عندنا أنا وكنت في إحدى المؤتمرات قريب جدا في اليونان كانوا فعلا بيتكلموا في النقطة دي أنا اندهشت بالزبط قلت لهم إزاي قال لك هو فيه فرق ما بين الرجل والستة ده هم شتات مظلومين جدا هناك فده أمر أنت هنا موجود بل بالعكس خمطة الرئيس عليه وكمان يراعى أن السيدة وعند بلك ليها أعباء تانية في المنزل فيراعى كمان في بس إحنا على قد ما الحتة دي حلوة عندنا أن إحنا ما عندناش فكرة التفاوت في الأجور لكن محتاجين شغل كبير قوي على فكرة دمج المرأة وتمكنها في مجالات عمل كتير مختلفة بدأنا الحمد لله لكن لسه محتاجين شوية محتاجين شوية هي دي عايزة إرادة من السيدة أو من الأخت العاملة ليه؟ لأنه نهاردة طبعا النهاردة شفنا نحن نموذج كويس جدا ودي بتبقى تجربة أول واحد أول واحدة النهاردة ستة طلعة نحن شفنا سيدات كثيرة طالعة على المقربات الصاق وعلى عربات نقل نهاردة شفنا وحدة تكرمت سواءت بتاعتها أتوبيس صح سياحة ستة جميلة بالزبط كده ومعها مؤهل عالي يعني إذا المثقفة معها مؤهل عالي شافت أن الوظيفة دي أنا قادر عليها يبقى إذا لابد أن يكون في إرادة من السيدة أنها تقتحم بعض الأعمال اللي ما كانتش مقتحمها ويكون عندها إرادة أن هي في نفس الوقت إذا هي عندها أسرة أن هي برضو بتعمل وتوفق ده محدش بيقول أنه سهل لكن هو لازم تعمل لابد إذا أنا طلبت أن أنا أخوض هذا التجربة يبقى أكمل لغات الأخيرة وبعدين هي بتبقى زي ما حضركتك ما هو في حد قبل كده كان نفكر أن في واحدة هتركب عربية ونصنقل أو وينش أو وينش وميكروبسات وكل شيء فإذا النهار ده هي بتبقى واحدة وبعد كده بتبتدي فلابد أن هي الست لو عندها القدرة على أن هي تخوض بعض الأعمال اللي هي مش هيقدروا الرجال ما كانتش المخترقاء قبل كده وينش أدي ولو اشتغلت سوء العمل مفتوح